اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في ملفنا نتناول الوضع التجاري والاقتصادي في القدس الشرقية تابعونا اهلا بكم نبدأ مع الحصاد الاسبوعي للقدس واهم الاحداث السياسية تنقلها لنا الزميلة ايمان جابور في التقرير التالي مع انتهاء عيد العرش اليهودي الذي استمر اسبوعا رصدت المؤسسات المقدسية نحو 3700 حالة اقتحام نفذها المستوطنون في المسجد الاقصى خلال اسبوع العيد متسلحين بحراسة الشرطة الاحتلال ومؤدين بحرية صلوات تلمودية داخل باحات الحرم الشريف خاصة في منطقة باب الرحمة الذي سعت الشرطة لاخلاء المصلين الفلسطينيين منه طوال ايام العيد واعتدت على بعض منهم وسلمت اوامر ابعاد عن المسجد لبعض الشخصيات كان ابرزها امام وخطيب المسجد الشيخ اسماعيل نوهضة كما اعتقلت الشرطة وابعدت المرابطات المقدسيات على اعتاب ابواب الحرم القدسي وقام المستوطنون اليهود خلال اخر ايام عيد العرش مسيرات استفزازية داخل البلدة القديمة لاسيما في شارع الواد وكان المجلس التنفيذي لمؤسسة اليونسكو الاممية قد اقر بالاجماع مؤخرا مشروع قرار يؤكد على رفض الانتهاكات الاسرائيلية والخطوات احادية الجانب التي تتخذها سلطات الاحتلال في البلدة القديمة لسيما استمرار اعمال الحفريات والانفاق مؤكدا على ضرورة تعيين ممثل دائم للمنظمة في القدس الشرقية لرصد انتهاكات الاحتلال ضد البلدة القديمة واسوارها التي تعتبر ارثا عالميا وفقا لقرارات المنظمة وفي بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة تجددت هذا الاسبوع المواجهات ما بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين على خلفية استفزاز الشرطة لسكان البلدة مع اقتحامها وانتشار فرق القوات الخاصة في شوارعها وكانت الشرطة قد استهدفت المقدسيين بالرصاص الحي والمطاطي واعتقلت عشرة شبان من اهالي القرية لبرنامج القدس ايمان جبور قناة الغد للحديث بمزيد من التفصيل عن اهم الاحداث الاخبارية في القدس تابعوا معنا الحوار التالي السفير احمد الروادي ممثل منظمة التعاون الاسلامي في فلسطين مرحبا بك اهلا بك مرحبتين قبل ايام اصدر المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو قرارا اخر بشأن القدس وبشأن عدم قانونية اجراءات الاحتلال الاسرائيلي في البلدة القديمة وما حول الحرم القدسي ما هي اهمية هذا القرار وما هي بنوده باختصار القدس تم تسجيلها في العام 1982 بطلب من المملكة الاردونية الهاشمية في ذلك الوقت باعتبار ان فلسطين لم تكن عضوا في اليونسكو في ذلك الحين طبعا مجرد ان تكون القدس جزء من ارث الحضاري العالمي معنى ذلك ان هناك مسئولية دولية في حماية المدينة وما تشكله من ارث حضاري وهنا نتحدث بشكل خاص عن المقدسات الاسلامية والمسيحية طبعا منذ خلينا نقول بالعشر سنوات الاخيرة بدأت قرارات متعددة لها علاقة في بعض المسائل المرتبطة في ملف القدس بشكل مباشر في قضية القدس وتجلل ذلك قبل سبع سنوات كان هناك قرار بارسال لجنة تحقيق الى مدينة القدس من اليونسكو للتحقيق بالاعتداء على الارث الحضاري في هذه المدينة وفي يوم الزيارة اعلنت اسرائيل عن رفضها ومنحها هذا الوقت من الدخول نقول لغم انه كان مرتب حتى مع اسرائيليين البرنامج والزيارة وكل ما يتعلق في هذا الموضوع خلال الخمس سنوات الاخيرة شهدنا مجموعة قرارات مهمة منها المسجد الاقصى المبارك الحرم الشريف هو حق اسلامي خالص بمساحة 144 دنو منها ايضا الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيل التي تحدث في القدس وهنا نتحدث عنها من المنازل والاستيطان وغير ذلك من القضايا بالتالي هذا موقف دولي مهم داعم للحق الفلسطيني في موضوع القدس من هنا كانت تشعر اسرائيل انها منبوذة دوليا في اهم منظمة دولية لها علاقة بالحضارة لها علاقة بالعلوم لها علاقة بالثقافة انها منبوذة فادى ذلك الى انسحابها طبعا وانسحبت معها الولايات المتحدة الامريكية العام الماضي اذا كانت هذه القرارات بالنهاية غير ملزمة لاسرائيل ما هي اهميتها هل هي قرارات فقط لتوضع في الارشيف وكتب التاريخ وكيف يمكن استغلالها هذه قرارات تشكل وثائق مهمة تؤكد اولا على الحق القانوني اللي هو جزء اساسي من المنظوم الدولي اليوم اليوم الدول تقوم على اساس القانون الدولي وبالتالي عندما نقول انه الاراضي المحتلة في العام 1967 بما فيها القدس ويأتي قرار دولي يؤكد على ذلك هذا يعني ان ما تقوم باسرائيل من ضمن القدس واجراءات في القدس يخالف القانون الدولي ويضحها امام مسؤولية قانونية سياسيا ايضا يمكن استفادة من ذلك هذه القرارات في مجالات مختلفة حتى في مجال المفاوضات المنظوم الدولية او القرارات الدولية هي اساس المفاوضات اللي حتى كانت عليها اتفاق اسلو نغول قرار 2-4-2-3-3-8 وبالتالي ما بنقدر نقول ان المنظوم الدولي بتاخد قرارات وانتهى الموضوع عنده حتى في الاطار القانوني الاعتداء على ارث الحضار العالمي جريمة جرمها القانون الدولي وبالتالي انت ممكن في لحظة سياسية تتغير فيها الموازين الدولية ولا تقف في الولايات المتحدة الامريكية داعا مطلق لاسرائيل كما حصل في شهر 12 في نهاية عهد رئيس اوباما عندما كان هناك طلب في المجلس الامن للتصويت على الاستيطان وامتنعت الولايات المتحدة الامريكية وكان هناك قرار مهم بدانة اسرائيل في موضوع الاستيطان رغم انه كان دائما في فيتو امريكي دائما يحمي اسرائيل في هذه المنظوم الدولية وبالتالي هذه تشكل ايضا وثائق يمكن البناء عليها في اي محاكم دولي انه هاي المجتمع الدولي بتحدث عن مساس واعتداء على الارث الاسلام المسيحي في القدس في هذا الاطار كيف يمكن رؤية تداعيات انسحاب الولايات المتحدة واسرائيل من منظمة اليونسكو وهل لهذا اي تأثير على تنفيذ قرارات اليونسكو احنا بالنسبة ان هذا محفل مهم اليونسكو هناك عمل يتم فيه هناك تنسيق اطراف مختلفة مهم جدا ان تبقى هذه المنظومة تعمل في مجلس حقوق الانسان ايضا هذه المنظومة يجب ان تعمل وفي مجلس الامن والجميع العمومي لامم المتحدة ايضا بالمحكمة الجنائية الدولية اسرائيل فكرك هي او الولايات المتحدة تقبل بالمحكمة الجنائية الدولية لا لن ترضى هل معنى ذلك ان تتوقف فلسطين على المتابعة في المحكمة الجنائية الدولية ستستمر وكذا في اليونسكو وكذا في مجلس الامن والجميع العمومي لامم المتحدة واعتقد ان القيادة الفلسطين تصير بالاتجاه الصحيح بهذا المعنى بالنهاية هناك محاولات للضغط على اليونسكو مادية لان الولايات المتحدة تدعم تحاول ان تؤثر في قراراتها هذا يكشف حقيقة انه شراء السياسة بالمهد اسرائيل تجد نفسها خارج المنظومة لانه هي بالاخر هي الاحتلال الوحيد في العالم اللي يعلم انه سيحاسب يوما وبالتالي هي تتهرب من الاشياء اللي لها بعد حضاري هي تبحث عن حروب سنوية ثم تحاسب ثم تحاكم ثم تلقي من يحميها لكن الى متى في النهاية لا بحركة التاريخ لا احتلال دام ولا استعمار دام السفير احمد الرواضي شكرا لك اعلم بك شكرا لك فرصة للرياديات المقدسيات يوفرها بازار اقيم في مدينة القدس لدعم المشاريع الصغيرة والترويج لمنتجاته نساء تنوعت ما بين الاشغال اليدوية والهدايا والاطعمة الفلسطينية بدعم مؤسساتي اتاح على مدار يومين للجمهور المقدسية التعرف الى مشاريع تكفل توفير دخل مادي لبعض النساء المقدسيات ولعائلاتهن التفاصيل مع الزميلة راما يوسف تحول بازار فرصة ريادية في مدينة القدس لعرث شعبي فلسطيني بتواجد اعداد كبيرة من الزائرين والمشاركين على حد سواء في هذا البازار الذي تنظمه جمعية برج اللقلق للعمل المجتمعي بالتعاون مع مؤسسة حكايتنا تخلى له عرض لاشغال يدوية تراثية لاجاد مساحة اعلانية وثقافية في ذات الوقت تعريفا بالمشاريع النسائية وتحقيق جدوى اقتصادية من عرض مشاريعهن هذا البازار شوي مختلف عن باقي البازارات الموجودة في مدينة القدس نصف هذا البازار من الأكشاك هو خدمات لصبايا بيقدموا خدمات للمجتمع المقدسي الهدف من هذا البازار انه نعمل مساحة لهذه الرياديات ليعرفوا عن الحرف والخدمات اللي بيقدموها لحتى اهل القدس والمقدسيين يستفيدوا منها شمل البازار عشرين كشكا لانتاجات مقدسية ما بين معروضات تراثية من ملبوسات ومطرزات ومأكولات شعبية مثل اعداد الخبز والمعجنات على انواعها وتخلل البازار عروضا للأثواب الفلسطينية والصابون والأقمشة والتحف المصنعة يدويا كلها مشاريع نسائية صغيرة تروج نفسها عبر وسائل التواصل الاجتماعية واعتبر أصحابها المشاركة بابا للتسويق الفعلي لأعمالهن البازارات اللي زي هاي فيه ناس بالنسبة لها هاي البازارات هي شغلها الكامل لانه شغلهم بيكون كلياتهم من البيت بيشتغلوا وبيعرضوا على الفيسبوك على الانستغرام وأماكن أخرى فتنظيم بازار مثل هذا بسمح لهم أول إشي بترويج منتجاتهم ثاني شيء بالدخل المادي لانه فيه كتير عيال بتعتمد على هذا الدخل كدخل ثانى وممكن او فيه ناس ممكن يعتبروه دخل رئيسي كمان البازارات في القدس ما عادت شكلا من أشكال النشاطات غير التقليدية إنما تعدت هذه الصورة لتصبح مساحة حرة لسيدات المقدسيات وصاحبات الأعمال التجارية والمنتجة في القدس في ظل العراقيل السياسية والاقتصادية التي تعترض التنمية في المدينة بازارات شعبية كهذه وضمن حاضنة مؤسساتية كمركز يبوس تعتبر فرصة ذهبية للنساء في مدينة القدس للتلاقي والتعلم من تجارب بعضهن البعض والتسويق على أرض الواقع وتبادل الخبرات كوسيلة تنموية وتجارية تساعد أصحاب المشاريع أن نهوض اقتصاديا بها لبرنامج القدس راما يوسف قناة الغد القدس المحتلة أهلا بكم من جديد مع مبادرات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير معالم القدس الشرقية يوما بعد آخر يعني المقدسيون أهمية جمع الوثائق التاريخية خاصة البصرية منها لتصبح الصور مشروعا آخر يشكل جزءا من المعركة على الرواية التاريخية الفنان هشام الرجبي جمع الكثير من الصور القديمة ليقدمها للمرة الأولى للجمهور المقدسية ضمن معرض القدس بعيون الماضي التفاصيل مع الزميلة يارا شاهين معرض يقام بين أسوار البلدة القديمة في جمعية برج اللقلق المجتمعية بعنوان القدس بعيون الماضي ويوثقه هشام الرجبي من خلال هذا المعرض معالم القدس القديمة نتابع المزيد في التقرير التالي المعرض بتناول صور مختصة في مدينة القدس طبعا الأرشيف اللي الخلسطيني هو شامل لكل فلسطين ويمكن هذا مش أول معرض ممكن معرض ثاني عشر لكن هذا المعرض تحديدا تعمدت إنه يكون مختص لمدينة القدس لظروف والعجمة الشرسة ضد أبناء مدينة القدس وضد مقدساتها وضد معلمة وأبيتها حاولت إني أشمل هذا المعرض اللي هو تقريبا 132 لوحة بجميع مراحل مدينة القدس لفترة التصوير الفتوغرافي وجميع معالم مدينة القدس أنا مقدسي مواليد مدينة القدس وإبن أحياء وحواري القدس وعشقي لمدينة القدس لتاريخ مدينة القدس من الطفولة ممكن مسألة التوثيق والصورة يعني يمكن قبل هيك كان اهتمامي في التاريخ المقدسي لكن التوثيق والصورة أنه هي كانت في نوع من أنواع الدهشة في أول صورة صور مبكرة وجدت لمدينة القدس أو لفلسطين وبدأت أبحث المصادر بالعادة هي مصادر أجنبية احنا معنا مصدر عربي اهتم في هاي المادة وللأسف الشديد ما كانش فيه عندنا اهتمام لقيمة الصورة الصورة هي رسالة وهي دعاية واستخدموها الأوروبيين لتصويق فقرة أردن بلا شعب لأنه أغلب الصور فارغة من السكان نتيجة له تقنية الصورة استخدموها لإسقاط أسماء طوراتية على معالم كثير من مدينة القدس المصورين والمبكيرين اللي حضروا هون الصورة هي ثقافة هي رسالة وهي محرب بنفس الوقت وهي ممكن تخلق وعي جديد لأي جيل كان في هذه المرحلة لكن احنا يمكن نتيجة ظروفنا ونتيجة وجودنا تحت حكم نولة العثمانية نهاية الفترة العثمانية اللي كانت ضعيفة ما كانش عندنا هذا الاهتمام أو هذا التركيز على هذا الأساس بدأت اللي هو جمع هذه المجموعات من الأرشيف هذه المجموعات بتحكي عن تقريباً 29 سنة يعني ما إجت في يوم ليلة ممكن عن طريق أصدقاء ممكن عن طريق باحثين كتاب مؤسسات أحياناً كان الانترنت برضو فيه يعني مجموعات محددة استخدمتها من الانترنت نتيجة فقدانة في المصادر التانية وحتى وصلت لمجموعة ضخمة جداً الحمد لله رب العالمين ولد عام 1952 في حي الثوري شرقية القدس حمل عن أبيه ذكرى النكبة وعاش في شبابه أحداث احتلال القدس الشرقية وانخرط في أوائل السبعينيات في الحركة المسرحية فواكب نجاحاتها وتحدياتها ليصير بعد 47 عاماً من أبرز الفنانين المخضرمين في المدينة محطة في حياة الفنان أحمد أبو سلعوم في تقرير الزميلة إيمان جبور يقف على خشبات المسرح منذ أكثر من 45 عاماً واكب الحركة المسرحية في القدس منذ احتلالها عام 67 مع اجتماع رواد المسرح لإعادة النبض إلى عروق الحياة الثقافية في المدينة المحتلة تون آنذاك شارك في عشرات الأعمال الفنية لكن المحطة الهامة على الإطلاق كانت تأسيس مسرح السنابل في القدس المحتلة لقاء مع الفنان المقدسي أحمد أبو سلعوم في التقرير التالي أنا انولدت لعائلة يعني متوسطة الحال في سقيفة في حي الثوري وهو حي مراسق لسور القدس القديمة الجنوبي هذه السقيفة بتذكرني دائماً في هذا الانتماء الصادق للمسحوقين يعني كانت حريقة في صيف وغريق في الشتاء بتذكر حتى رحمة الوالد لما كانت تشتي كانت تدلف عارفة شو يعني تدلف؟ المي تهر هر علينا ما هي سقيفة يعني فكانوا يحط كيلة هان وكيلة هان وكيلة بس حتى الإيقاعات هذي أثرت فيه بتعرف المي تاك 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 إشي هيكة طبعاً كان هذا الحكي بعد النكبة الأولى النكبة الثمانية وعربين بعدة سنوات واللي تشربنا فيها أنا كطفل اتشربت شوفت البقجة لما كانوا يروحوا على تومة تومة هادا تومة تومة بجنب باب الأصباط بالضبط اللي كانوا يوزعوا الطحين ورز وسكر ورز مكسر وشغلات هيكلة للاجئين زي ما صار في نكبة الثمانية واربئين وتبعثرت القوى والطاقات والإبداعات الفلسطينية كمان في السبعة وستين نفس الشيء ما هو كمان مئات الألاف هاجروا يعني إحنا كنا لومام هسا وبما إنه كان الاحتلال طازة يعني حديث فكان لازم المسرح يحكي كلمته فكانت تنالك مسرحيات مثل مراكز تفتيش مثل الطعون مثل سنزرعوا الأرض من جديد شوفي أنا أول محطة بعتبرها مسرحية مجمع الجبضيات اللي هي أول يعني ربما يكون تاني أو تالت عمل تسوى في عام الثلاثة وسبعين بس كنت أنا بسوي فيه دور لموشي ديان وحكينا فيه عن هزيمة الثلاثة وسبعين اللي الجند العربي استعاد على الأقل جزءا من كرامته في حرب الثلاثة وسبعين كون الناس يعني انعرضت كثير عروض في ذلك الوقت وكانت الناس تتحمل مشاق صفروا تنزل على العمرية على القدس القديمة وانكتب في الجريدة عن هذا الممثل اللي يعني يشار له بالبنان هذه أول محطة يعني كنا إحنا عشرين سنة المحطة التانية في عام سبع وسبعين قدمنا مسرحيه اسمها الطعون الحقيقة إنها من المسرحيات اللي بتنعد من المسرحيات الفلسطينية اللي يشار لها بالبنان أيضا مع فرقة المسرح الفلسطيني اللي أنا واحد من مؤسسيه أيضا المحطة الثالثة هي الإنسان قضية المأكودة عن رائعة الشهيد غسان كنفاني اللي هي عائدة لحيفا عرضناها في السينما الحمرة ما كانش في مسارع عنا في السينما الحمرة على بعد مئات الأمطار من هان أو مئتين متر مش أكتر ومن كتر الحشود تم عرضها عرضين في اليوم وتم إغلاق شارع صلاح الدين وصبحت الجرائد الإبرية تكتب إنه مخربين بيسووا مسرحية لمخرب إرهابي في نص القدس وبعدها صار فيه اعتقالات وصار فيه ما عليك بعدين عرضنا في بلد اسمها كابول وتم تطويق المبنى الذي كنا نعرض فيه برجال البوليس ومن ثم اقتادوني إلى مخفر البوليس وصار لمحكمة وحكمت بخمسين ليرة في ذلك الوقت طبعا يعني صار فيه تحقيقات إنه أنا بحكي له قصة إنسانية واحدة بتنسى ابنها بدل ما تحمل ابنها بتحمله مخدة في الحرب يعني هيك مشتلمون هذه محطة مهمة جدا يعني هسا بنقدر نقول إنه نقلة كمان الرابعة في تأسيس مسرح المسرح الشعبي سنابل بعد سياسة القبضة الحديدية اللي اتخذها اليمين الإسرائيلي بقيادة مناحم بيجين عام 80 صار فيه تشديد كثير على القاعات بطلنا قادرين نعرض في القدس بشكل أو بآخر ولا حتى في الضفة الغربية ولا حتى في غزة فكان لازم الواحد يكون يعني حذر أكثر تأسس المسرح الشعبي سنابل عام 1984 طبعا أسسته أنا ومجموعة من الزملاء الفنانين إلى أن قدمنا عام 87 مسرحية ناطرين فرج وهي مأخوذة عن مسرحية اسمها ووزا ألبرد إصحى يا ألبرد هذا اللي حرق هويته العنصرية تبعة جنوب إفريقيا وثار على النظام العنصري في جنوب إفريقيا هذا الكلام كان فيه 18 عشرة 1987 يعني وكأننا كنا نبشر بأن هناك انتفاضة حاليا أعمل مع المسرح الوطني بحكم هذه الشراكة اللي إحنا بناتنا يعني فيه مسرحية لم تسمى بعد لكنها تتحدث وبمنتهى الحلاوة والقسوة عن كيف الإنسان عماله بفقد إنسانيته فيه عندنا عمل أيضا قريبا جدا لربما فيه أوائل العام القادم مأخوذ عن الكاتب زكريا تامر أعتقد اسمه النمور في اليوم العاشر كيف النمر لما بتدجان في اليوم العاشر بصير يوك البقدونس فيه عندنا منوضراما الحارس اللي بتحكي برضو عن القدس وهي تمثيلي أنا وأخذت عليها جائزة أحسن ممثل في مهرجان مسرحيد في عكا ألاف القطع الأثرية والتراثية تصطف جنبا إلى جنب داخل متحف التراث الفلسطيني في جمعية دار الطفل بعضها مقتنيات شخصية تعود لمقدسيين استشهدوا عام 48 وبعضها تبرعت به عائلات مقدسية لدعم مبادرة هند الحسيني التي بدأت بجمع هذه المقتنيات في مطلع الستينيات المزيد في العرض التالي من إعداد الباحث روبين أبو شمسية في حي الحسينية أو الجزء الجنوبي من حي الشيخ جراح في خارج مدينة القدس أو خارج البلدة القديمة من منطقة الشمال يربض عدة مباني تعود إلى القرن التاسع عشر واحد من هذه المباني المشهور جدا هو مبنى سليم أفندي الحسيني هذا الشخص بنى البناية تقريبا بداية بعام 1882 ميلادية ثم عادت وستوقف عن بنائها ليكملها ويتم البناء تماما عام 1889 البناء بقي سكنا له ولعائلته والتسق البناء بعد أن كان أربع غرف امتد ليكون ستة غرف في الطابق الأول وسبع غرف في الطابق الثاني ليلتصق بمبنى صديقه العزيز وزميله العزيز وأيضا صهره وهو الشيخ طاهر الحسيني والد هند الحسيني ليصبح المبنى مبنى متكاملا ويصبح مكانا للسكن لعائلة الحسيني بيت سليم أفندي الحسيني تحول إلى متحف أول الأمر عام 1962 ثم أغلق في فترات بداية السبعينات ليعود ويتم افتتاحه عام 1978 أيضا في فترة الانتفاضة أعيد إغلاقه لأسباب سياسية وأسباب أخرى ليعاد افتتاحه عمليا في الشهر الخامس من عام 2012 المتحف كمتحف يشرف عليه عدة رجالات ونساء من أصحاب القامة الثقافية في مدينة القدس المتحف طبعا يضم عدة مجموعات المجموعة الأكثر شهرة هي مجموعة الأثواب الفلسطينية التي يتم عرضها والشرح عنها بشكل كامل ومتكامل ثم أيضا بعض نتاجات الآلية التقنية مثل ماكينات الخياطة والكثير من الآلات التي كانت مستمدة من واقع التراث الفلسطيني بالتعاون مع مفهوم التحضر الأوروبي بالإضافة إلى حروف الطباعة المصفوفة وأيضا الكثير من مخلفات ونواتج الحفريات الأثرية وفي القرى المهاجرة وفي منطقة القدس هذه المجموعات طبعا مجموعات مهمة جدا في إبراز واقع التراث الفلسطيني أصالته وبقاؤه حيا في الذاكرة الفلسطينية ليكون بقعة ضوء يظهر منها التحضر الفلسطيني قبل مجيء الاحتلال الإسرائيلي وهيمنته وأسرلته لكل ما هو موجود في المدينة المقدسة أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام إلى ملف حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج القدس عبر قناة الغد الأوضاع التجارية والاقتصادية في القدس الشرقية تتجه من سيء إلى أسوأ مع استمرار تطبيق السياسات الإسرائيلية من جهة وضعف الدعم العربي والفلسطيني للمدينة من جهة أخرى عشرات المحال التجارية في البلد القديمة أغلقت أبوابها وأخرى ينتظرها مستقبل مجهول مع تراكم الضرائب على أصحابها ومراحقتهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية هل هناك أفق للعمل على تطوير الوضع التجاري في ظل الوضع السائد حاليا وما هو الدور المطلوب من المؤسسات ذات العلاقة الحديث في هذا الموضوع أرحب بضيفي بداية سيد حجازي الرشق رئيس لجنة تجار القدس أهلا بك وأرحب بسيد لؤي الحسيني مدير غرفة تجارية الصناعية العربية والقدس أهلا بك أيضا وقبل البدء بالحوار مشاهدين الكرام مع ضيفي دعونا نشاهد هذا التقرير من إعداد الزميلة ياسمين أسعد ثم نعود لم يعد يقوى الحاج ظاهر الشربات وكما جرت العادة على فتح محله التجاري القابعي في سوق اللحمين داخل أسوار البلدة القديمة في القدس فبعد أن عرف ولعشرات الأعوام عنوانا للسوق أجبر كغيره من التجار على قطع مصدر رزقه بيده وإغلاق ملحمته بشكل دائم بعد أن أثقلت سلطات الاحتلال كاهله بالضرائب الباهظة وأنهكته بمبالغ طائلة تفرضها على مئة تاجر في السوق مقابل استفاء شروط التعجزية لاستصدار تراخيص العمل والمتجر قبل 1975 استلمت المحل وكنا نشتغل ومبسطين واستفدين السوق تضمر صاروا يتخالفوا على أرمة محل صاروا يتخالفوا على سجارة زجوات المحل صاروا يتخالفوا على إيجوا فرضوا علينا للماكينات لللحمة 6000 شيكل حق الماكينة هذه تلاجة 70 محلا تجاريا أوصده وأصحابه في سوق اللحامين لوحده وهي جزء من نحو 350 محلا أغلق حتى مطلع العام الحالي في الأسواق التاريخية لا سيما سوقي الخواجات والعطارين ما ينذر وفق المختصين بانهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني والعديد من الحرف التقليدية في العاصمة نتيجة لسياسات الاحتلال الممنهجة ضد التجار المقدسيين والرامية لتهجيرهم واستبدال محلاتهم ببؤر استيطانية الوضع اللي فهموا تجار البلد القديمة أن أسعارهم حتى وإن كان عليهم ضرائب كثيرة لازم أنها تكون موازية للأسعار الخارج البلد القديمة اليوم يمكن إضافة تحسينات إلى الأسواق الداخلية بإطفاء أجواء حتى تراثية إلى المحلات وإلى مداخل الأسواق بحيث أن مداخل الأسواق هي تكون الجاذبة جدا للسائح أن يدخل لهذا الأسواق تجار البلدة القديمة أوضحوا أن اقتصاد المدينة شهد حالة من التراجع المضطرد عاقب الانتفاضة الأولى عام 87 إلا أن إقامة الجدار العنصري والحواجز وجهت ضربة القادية لهم بعد أن حال بين القدس وأكثر من 150 ألف مقدسي يقبعون خلفه وحرم نحو أربعة ملايين من الضفة وغزة من بلوغها إلا بتصريح متقطرة مؤكدين ارتكاز البيع اليوم على أبناء المدينة فقط تلفظ أسواق القدس أنفاسها الأخيرة فأهم الحوانيات التاريخية باتت لا تتردد للحظة بأن تغلق أبوابها وتنسى كأنها لم تكن بلا عودة لتمسي هذه الأقفال عنوانا صريحا لاقتصاد متدهور يضمد جراحه فقط تجار مكبلون بسياسة الإفقار نعم تجار تركوا لوحدهم دون نجدة لبرنامج القدس ياسمين أسعد قناة الغد القدس المحتلة بعد مشاهدة هذا التقرير من جديد مشاهدينا الكرام بمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي السيد حجازي الرشق رئيس لجنة تجار القدس وأرحب بسيد لؤي الحسيني مدير الغرفة التجارية الصناعية العربية بالقدس أهلا بكم نبدأ معك سيد الرشق كيف تصف الوضع الحالي لأقتصاد مدينة القدس والتجارة في مدينة القدس وأيضا الوضع المزري لتجار البلدة القديمة يعني حقيقة الوضع الاقتصادي والوضع التجاري بشكل خاص من أسوأ إلى أسوأ ويمر بظروف لم يمر بها منذ عام 67 وحتى اليوم وخاصة هذه الظروف ساءت أكثر فأكثر بعد قرار ترامب بضم القدس واعتبارها كما ادعى عاصمة لدولة إسرائيل حقيقة مدينة القدس هي عبارة عن سجن يحيط خمسة أبواب المعابر المعروفة للجميع وهذا السجن هو سجن كبير لا يدخله أيا كان أو يخرج منه أيا كان وبالتالي يمنع على الفلسطينيين من كافة المدن والقرى الفلسطينية من الوصول إلى مدينة القدس ويمنع حتى على العائلات بينها بعضها البعض من التواصل إلى مدينة القدس الوضع التجاري يتدهور يوم بعد يوم بسبب لعدة أسباب السبب الرئيسي هو الإجراءات الإسرائيلية اليومية بل للحظية في الشارع المقرسي بشكل خاص للأسف الشديد أن هذا الوضع يزداد سوءا يوم بعد يوم بسبب هذه الإجراءات يعني صحيح أنت تتحدث بشكل رئيسي عن الإجراءات الإسرائيلية دعني أسأل سيد لؤي الحسين أستاذ لؤيك كيف تسعى إسرائيل إلى إضعاف القوة الشرائية في القدس وكما قال السيد حجازي الرشق منع وصول الفلسطينيين عبر البوابات والحواجز إلى القدس يعني هذا أحد الأمثلة وأيضا تسعى إسرائيل دائما إلى إغلاق محال تجارية وإحلال المستوطنين والجميعات الإسرائيل مكانها كيف تعمل إسرائيل على ذلك؟ الحقيقة تأكيد أن الوضع الارتصادي بزداد سوءا يوم عن يوم فمن ناحية القوة الشرائية مجموعة من الناس تزوروا القدس يعني أهلنا من الثمانية وأربعين أصعب صاروا يجوا بسبب الحواجز الإسرائيلية إن كان في الطريق أو على مداخل المدن نفس الشيء أهلنا بالضفة الغربية أصعب وأصعب يجوا نفس الشيء على مداخل القدس وداخل المدينة والحواجز فالحواجز الإسرائيلية حتى الأهل القدس أصعب يعني بين فترة والتانية بيسكر الاحتلال بوابات المدينة المقدسة الشبان بيتعرضوا للتفتيش على المداخل المدينة وداخل أذقة المدينة فهذا كله بيؤدي إلى إضعاف القوة الشرائية حتى من ناحية السياح الإسرائيليين بإمكانهم يوجهوا السياحة باتجاه معين وباش اتجاه نعم باب الخليل والحي اليهودي يعني نعم فبالتالي كل القوة الشرائية إن كان من فلسطينيين أو من أجانب موجهة مش لمصحة الفلسطينيين وفي نفس الوقت التزامات الفلسطينية ما بتقل بالعكس الضرائب الالتزامات العالية تزداد يوم عن يوم ومع الزمن بيصير فيه تراكم الالتزامات يوم عن يوم تزداد والعجز عند التاجر الفلسطيني بيزيد فبالطر يغل محلو وبالطر يتسرب رأس المال لخارج مدينة القدس لأماكن فيها الضرائب أقل الحركة الشرائية فيها أقوى وهذا بهدى بالنهاية بسبب الإجراءات الإسرائيلية إلى تفريغ المدينة المقدسة وإغلاق حوالي ثلث المحلات في البلد القديم الآن مغلقة بسبب الإجراءات الإسرائيلية بشكل مباشر أو غير مباشر للأسف سنتحدث كيف يمكن إنقاذ هذه المحل التجارية أو شراء هذه المحل من قبل رجال أعمال أو حتى من السلطة الوطنية الفلسطية وهذه التدخلات لكن قبل ذلك سيد حجازي كان الآن في الأونة الأخيرة واضح بشكل جلي أن الاحتلال الإسرائيلي يأخذ السياحة الوافدة والسياحة الأجنبية التي تأتي إلى القدس يأخذها بطريق يمر بباب الخليل ويمر بحارة اليهود والمركز التجارية الإسرائيلية هناك وأنت تعرف المجمع التجاري الكبير في منطقة باب الخليل وصولا إلى حائط البراق ويعودون من حيث أتوا دون الذهاب إلى شارع صلاح الدين ودون الذهاب إلى شارع الواد يعني أنا علشان أوضح بالنقطة هذه بالذات وأعطي تفاصيل أكثر حقيقة أنه برنامج الأفواج السياحية اللي بيأتوا لفلسطين بشكل عام نعم يتم تخصيص آخر يوم لهم لزيارة مدينة القدس نعم فالبرنامج من قبل الشركات السياحية الإسرائيلية أنه لمدة أسبوع أو خمسة أيام فبتبدأ الرحلة الرحلات الأفواج السياحية مناطق الساحل تل أبيب يافا طبرية الناصرة بيسان البحر الميت وآخر يوم بيجيبوهم على مدينة القدس هذا من ناحية أنه بيكون السائح قد استنزف نعم استنزف يعني ماليا لم يبقوا شيء هذا أولا ثانيا حتى لو حضروا إلى مدينة القدس ممكن أنهم يحضروا في أوقات يعني يقولهم أنه إحنا زيارة مدينة القدس على أساس نتجنب الزحمة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثامنة مساءا أو من السابعة حتى التاسعة صباحا من السابعة صباحا وحتى السابعة التاسعة صباحا قبل أن تفتح المحلات هناك نقطة أهم وأخطر من هذا الوضع ومن هذا التخطيط أنه يعني للأسف الشديد أنه هناك بعض الأدلاء السياحيين وبعض الشركات السياحية تقوم بتحذير الأفواج السياحية من التعامل مع المحلات العربية واصفة لهم الأوصاف صحيح غير أخلاقية غير أخلاقية لا تشتروا منهم الذهب من المهم أن يكون مطلي ومقلد الأيقونات مش حقيقية التحف مش طبيعية هذه الإجراءات يعني هذه كمان أنه تساعد على بعد السياح عن التجار العربية نعم يبعد السياح يعني فيه سياح بنزل للبلد القديم لا يتوقفوا بأي محل على الإطلاق حتى لو وقفوا باب محل يقوم الدليل السياحي أنه بيعازهم للتحرك نعم طبعا هم بيركزوا على التركيز على التوجيه الأفواج السياحية إلى سوق كاردو اللي موجود في حي الشرف حضرتك قلت على حارة اليهودية حقيقة أسمى حي الشرف بيوجه الأفواج السياحية إلى سوق كاردو هذا طبعا هذا سوق إسرائيلي وللأسف الشديد أنه هذا السوق عماله ببيع التحف الشرقية الفلكلورية التراثية الفلسطينية تحت أسماء إسرائيلية هذه من أهم الأسباب اللي تضعف الحركة السياحية في البلد نعم يعني هناك موسم سياحي دائما معروف في هذه الفترة في مدينة القدس وهناك نتحدث عن مئات الألاف وربما ملايين من السياح الذين يصلوا إلى مدينة قدس كيف يمكن استغلال موسم السياحي أستاذ دؤاي من أجل دعم التاجر المقدسي بيجي على القدس بشكل عام حاليا فوق 3 ملايين سايح لكن تجارنا بابل سفيدوا منها بالدرجة المطلوبة ذي ما حكينا لسبب توجيه السياحة الإسرائيلية للمحلات الإسرائيلية كمثال عشان أوضح فكرتي التاجر السايح اللي بيجي من دولة مثل تركيا بيقضي 3 يام ونص في البلد مقابل السايح الأمريكي بيقضي 12.9 يوم في البلد وبينفق السايح مثلا التركي حوالي 780 دولار في إقامته في مقابل السايح الأمريكي بيصرف حوالي 2000 دولار فبالتالي سؤال وين بيصرف المصاري هذا اللي بيجي بيستثمرها بالقدس أو بيصرفها بالقدس التاجر الفلسطيني ما بيستفيد منها بالحد الأدنى بيستفيد في الفنادق لكن ما في استفادة من النواحي الثاني من ناحية النقل من ناحية الوسائل الترفيهية أو السنتواري الأماكن السياحية لا الاستفادة الأكبر ما بتكون للتاجر الفلسطيني فنحن لازم نقدم منتوج له هوية فلسطينية إن كان في منتجات سياحية أو في مقاصد سياحية مسارات سياحية وزي ما حكى أخي أبو أسامة لازم نعطي مصدقية أكثر للتاجر الفلسطيني عن طريق عرض الأسعار ومعاملة أفضل معهم فنحتاج نشتغل على حالنا أكثر من ذلك كمان بالإضافة في إجراءات إسرائيلية هي الأساس لكن برضو نحن داخليا لازم نرتب حالنا أكثر منها سيد حجازي ربما أكثر ما يقلقكم ويقلق المقدسيين ويقلق قيادات الفلسطينية هو موضوع المزيد من إغلاقات المحال التجارية في البلدة القديمة والإحصائيات تتحدث عن إغلاق العديد المحال التجارية ربما لأسباب كثيرة على رأس ما يعرف بضريبة الأرنونة وعدم مقدرة التاجر على سد هذه الضريبة كيف يمكن الحفاظ على هذه المحال التجارية الآن جمعيات الإستطلاعية تحاول أن تسيطر على هذه المحال يعني أنا خلينا أوضح بالنسبة إكمالا لموضوع الأفواج السياحية نعم الموسم السياحي نعم الموسم السياحي حقيقة نقومنا بعمل دراسة وإحصائية في البلدة القديمة وفي مدينة القدس بشكل عام تبين من ضمن هذه الإحصائية أن السائح من الدول الغربية ما ينفقه في مدينة القدس هو خمس دولارات مقابل خمس وتسعين دولار في الأماكن الإسرائيلية خمسة دولارات السائح الأجنبي بينفقها في مدينة القدس مقابل خمس وتسعين دولار 5% 5% طبعاً من هذا هاي القضية طبعاً هاي قضية يعني علماً إنه القدس هي مدينة أثرية تتمتع بالصفة الدينية المسيحية والإسلامية واليهودية وبالتالي هذا يعني كارثة نسبة كارثية بالنسبة للتجار بالنسبة لموضوع المحلات المغلقة إحنا قمنا بدراسة أيضاً وعملية إحصائية للمحلات المغلقة على سبيل المثال في العام 2017 كانت نسبة المحلات المغلقة 314 محل في 2018 ارتفعت إلى 354 محل من أصل؟ ارتفع 354 من أصل 317 نسبة 17% ارتفع نعم يعني المجموعة لكل المحلات التجارية المحلات التجارية المغلقة هي تعديلاً لأخونا اللي ذكروا أخونا لوآي هي المحلات مجموعة المحلات المغلقة هي 354 محل من أصل 1372 محل يعني البلدة القديمة تحتوي في أسواقها في حاراتها على 1372 محل مغلق منها لغاية بداية عام 2019 مغلق منها 354 محل في سنة واحدة ارتفعت 1700 نسبة الواقع لا هذا هو دلال خطيرة هذه طبعاً مؤشرات خطيرة هذه طبعاً 17% طبعاً بسبب الإجراءات أنه سلطات الاحتلال كافة مؤسساتها الصحية والضرائبية والبلدية قاموا باقتحام سوق باب حطة وبالتالي أغلق العديد من هذه المحلات بسبب حسب ادعاهم وحسب عدم موجود مطابقة المواصفات وما شابه ذلك وهذه كلها تهم ملفقة إلى أصحاب المحلات والمحلات بريئة من هذه التهمة طبعاً ارتفعت النسبة إلى 354 محل وهذا طبعاً للأسف الشديد أنه لا يوجد هنا خطة مضادة لهذه المبارسة يعني القطاع التجاري في مدينة القدس ينقص خطة عملية خطة استراتيجية أولاً لإنعاش الوضع الاقتصادي للحد من إغلاق هذه المحلات وثالثاً لتشجيع القوة الشرائية للتوجه إلى مدينة القدس والشراء منها طيب هذه هي الخطة المطلوبة لمدينة صحيح وأهم خطة يجب وضعها هي دعم مقومات صمود التاجر في هذه المدينة ربما هذا من أبرز مسؤوليات يعني غرفة التجارة والصناعة في مدينة القدس والذي تنفذونهم من هذه الخطط والتاجر بحاجة إلى الكثير 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 كم تنبون من احتياجات التاجر المقدسي وعلى رأسها الدعم الاقتصادي الوضع في البلد بشكل عام سيء وبتجه للأسوأ والحاجة تزداد يوم عن يوم لكن نحن في الغرفة التجارية منقدم مجموعة من الخدمات اللي بتحاول تخفف من أثرها كمثال نحن منحاول نوفر بيئة استثمارية يتشجع منقدم دعم قانوني إذا في تاجر أو مجموعة من التجار عندهم قضية بحتاج معالجة قانونية نحن منقدمها الضرائبية منحاول نساعد فيها منحاول نزيد الوعي لدى التجار في قضايا قانونية وقضايا ضرائبية منقدم منح إذا في مشروع بيحتاج أدوات معينة على أساس نساعد الإنتاج نزيد عدد العاملين نزيد الدخل برضو منشتغل على موضوع هذا منعطي دورات تدريبية دورات إدارية دورات في مجال التسويق تسويق إلكتروني برضو منركز على مجال التدريب المهني بالتعاون مع مؤسسات مختلفة في عدة قطعات فنقدم نحن مجموعة من الخدمات نحاول نتكامل ما بين الخدمات نحن نقدمها وما بين مؤسسات تانية لكن الحاجة كبيرة جدا والحاجة هاي تراكمية من عشرات السنين فتقدم الغرفة التجارية مجموعة من الخدمات لكن هذه غير كافية لأن البلد وضعها صعب والوضع الاقتصادي صعب فلا أبود من تضافر جهود كل المؤسسات إن كان داخل الوطن أو خارجه نعم أستاذ حجازي الغرفة التجارية تقول وتعترف أن الاحتياجات كثيرة ولا تستطيع أن تغطي كل هذه الاحتياجات نظر الوضع السياسي والاقتصاد الصعب الذي تمر به فلسطين والسلطة الفلسطينية وأيضا الغرف التجارية أنتم كلجنة تجار كيف تقيمون عمل المؤسسة الرسمية أو حتى الغرفة التجارية الحكومة الفلسطينية من أجل تعزيز صمود التجار يعني بداية بالنسبة للغرفة التجارية يعني مهما قامت طبعا مشكورة ولكن لا تلام بسبب أنها مغلقة بأمر من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي منذ 17 عام ويمنع عليها مزاولة أي نشاط في البلدة في مدينة القدس بشكلها أي نشاط ميداني يجب مقصد الكلام وبالنهاية يجب وضع خطة استراتيجية لمدينة القدس تواجه الخطط الاحتلال المرسومة للقدس هذه الخطة عبارة عن الدعم للتاجر المقدسي خطة لإنعاشر حركة تجارية في مدينة القدس كيفية استقطاب المستهلك إلى مدينة القدس عبر الأفواج السياحية مطلوب كمان قضية بصراحة كمان مطلوب من أهلنا في مدون الضفة الغربية والشمال بشكل خاص يعني أهلنا في الشمال هم الوحيدين الممكن أن يصروا مدينة القدس مطلوب من أهلنا في الشمال التواجد المكثرة في مدينة القدس أنا أعتذر على ضيق الوقت يعني صحيح كل ما تحدثت به هو حلول جذرية لمشكلة التجار إن شاء الله تتكاتف كل الجهود بين لجنة التجار والغرفة التجارية والتحاد الغرفة التجارية والحكومة الفلسطينية من أجل إنقاذ التاجر المقدسي أشكر جزيلا الشكر وأعتذر على ضيق الوقت السيد حجازي الرشق رئيس لجنة تجار القدس كما أشكر جزيلا الشكر سيد لؤي الحسيني مدير الغرفة التجارية الصناعية العربية بالقدس شكرا جزيلا لكم وأشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء لحلقة هذا الأسبوع من برنامج القدس عبر قناة الغد وتحدثنا في ملف حوارنا الرئيسي عن واقع الاقتصاد والتجارة في مدينة القدس والمطلوب لإنقاذ الوضع الاقتصادي الصعب والمزري للتاجر الفلسطيني في القدس شكرا على متابعة لقاكم الأسبوع القدم في نفس الموعد حياتي بقدم برنامج تامر عبدات إلى اللقاء اشتركوا في القناة